بل يوماً يدخل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبي موسى على رجل من الأنصار يدعى أبو أمامه فوجده في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامه ما الذي أجلسك في المسجد على غير موعد صلاة يعني الآن ما في موعد صلاة وأنت جالس في المسجد قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون حتى الصحابة كانوا مهمومين حتى الصحابة كانوا يعانون الديون والذيق لست وحدك لست وحدك في ذيق الصحابة كانوا يعانون يدخل النبي فيجده في المسجد وانظروا إلى أبي أمامه لما شعر بذيق الدين وان هرب هرب إلى الأغنياء هرب إلى ملوك الدنيا هرب إلى الناس هرب إلى الله فر إلى الله جاء إلى المحراب جاء إلى المحراب لماذا؟ لأن أبي أمامه علم أن المحراب هو مكان تفريج الهموم تخيل أنك تجلس في بيت من؟ أنت تجلس في بيت الغني أنت تجلس في بيت ملك الملوك من يهب الصغير والكبير من يهب الذكر والأنسة من يهب الفقير والغني من يهب الملك والمملوك من يهب المسلم والكافر أنه الله أنت تفر إلى الله تأتي إلى بيت الغني ليعطيك لما أصاب بذيق هرع إلى بيت الله قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي أمامه يا أهل الديون يا أهل الديق يا أهل الهموم يا من ضاقت عليكم الدنيا بما رحبت اسمعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي أمامه أفلا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله عنك همك وقضى عنك ذينك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع إلى البشراء قال إذا أصبحت وإذا أمسيت قل اللهم إني أعود بك من الهم ومن الحزن وأعود بك من العزل ومن الكسل وأعود بك من الجبن ومن البخر وأعود بك من غلبة الدين وقهر الرجال يقول أبو أمامه فقلتها في الصباح فوالله ما حل المساء والله ما حل المساء إلا وقد أذهب الله عني همي وقضى عني ديني أيها الحبيب هب أنه حدد لك موعد للقاء ملك من ملوك الدنيا كيف سيكون الدخول على الوزير كيف ستدخل على هذا الغني بأي وجه رحب وطلق ستلقاه وأي عطر ستتعطر به قبل اللقاء بل أي ملابس ستتزين بها أمام هذا الغني فما بالك أيها الحبيب أنه يحدد لك ليس موعد بل موعد لتقف بها أمام رب الأغنياء يحدد لك موعد لتقف بها أمام ملك الملوك ملك الحكام والأغنياء والوزراء جل في علاه ألا يحتاج الوقوف والطلب من الله أن نتعامل به بأدب الطلب من الله سبحانه وتعالى قال أحد الصالحين إذا أردت أن تدعو الله فلم يعطك إذا أردت أن تدعو الله فدعوته لكنه لم يعطك ما تدعوه به طلبت من الله رزق لم ترزق طلبت من الله أن تشفى من المرض فلم تشفى طلبت من الله الزواج لم تتزوج طلبت من الله الغناء ما زلت فقير طلبت من الله الولد ما زلت عقيم طلبت من الله أن يفرحك ما زلت في حزن كل هذه الطلبات لم تستجاب إذا طلبت من الله فلم يعطك فقف على باب الله وابكي كما يبكي الصبي الصغير يا أحباب الصبي الصغير ويطلب من والد أن يشتري له حاجة أو أن يعطيه حاجة ويرفض الوالد أن يعطيه هذه الحاجة ماذا يصنع الصبي الصغير يظل ممسكاً بتياب أبي ومتعلقاً بتياب أبي ولا يغادر مكان أبي إلا وقد أعطاه حاجته قال إذا دعوت الله فلم يعطك لا تهرب من باب الله لماذا؟ لأنك أنت لا تضرق باب ملك من ملوك الدنيا ولا تضرق باب غني من أغنياء الدنيا يفتح بابه يوماً ويغلقه أسابيعاً يفتح بابه يومين ويغلقه سنوات لا أنت تتعامل مع ملك الملوك لما أحد الصالحين أبتلي ضيق عليه في الحياة فجاءه صاحبه أنظر إلى اليقين أنظر إلى اليقين بالله قال له صاحبه لقد ضاقت بك الدنيا فما لك إلا أن تضرق باب الله فقال له ويحك وهل باب الله مغلق حتى يطرق ويحك وهل باب الله مغلق حتى يطرق باب الله ليس بحاجة إلى أن يطرق لأنه ليس مغلق حتى يطرق بمجرد أن تقول يا رب يقول لبيه إنه الله قال فابكي بكاء الصبي الصغير ولا تغادر باب الملك إلا وقد أعطاك الله حاجة جاء في الأثر أن الله ابتلى عبداً له من الصالحين ابتلى ضيق عليه الحياة في رزق في مال في مرى ضيق عليه الحياة انظروا ماذا قال الله لملائكته قال يا ملائكتي لقد ابتليت عبدي لأجل أن أسمع صوته تخيل ربما لك أسابيع لم تقل يا رب صدق ربما لك سنوات لم تأتي في ظلام الليل والناس قد ذهبوا إلى النوم وأنت قد جلست وقفت ترفع يديك إلى السماء تبكي بدل تريد رزق تريد زواج تريد هناء تريد سعادة تريد غناء لم تدعو الله بصد قال ابتليت عبدي لأجل أن أسمع صوته ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة